خلينا نروح لأخبارنا هنبتدي مع كرة اليد حدقة عارفين طبعا كرة اليد دي رجال السنة اللي فاتت كانت النتائج يعني شوية فوق وشوية تحت ما كانتش قدي كده ولكن الموسم السنة دي موسم ممتلئ ومزدحم بالبطولة نادي الأهل وافق للفريق على معسكر في أوروبا مديره الفني طبعا دانيال جوردو يعني آثر انه يعمل المعسكر في أوروبا ابتدأ الأول بأسبانيا لعبنا مبريتين هناك بعد كده انتقلنا إلى البوسنة لعبنا ثلاث مبريات والأهل يتوج ببطولة كأس الأبطال الودية لكرة اليد في البوسنة ودي آخر بطولة شارك فيها النادي الأهلي يمكن دي الصور هناك كابتن إسلام حسن ويرفع كأس البطولة الفريق الأول لرجال كرة اليد بالنادي الأهلي بقيادة مديره الفني الأسباني دانيال جوردو فاز بلقب بطولة كأس الأبطال الدولية والتي تلعبت في البوسنة والهرسك في الفترة من 23 لحد 27 أغسطس اللي فات واليومين اللي فات ويعني الأهلي كان كسب النهائي في النهائي بطل كرواتيا بنتيجة 28-27 وده يدل على قوة المنافس وكنا محتاجين مباراة من هذا النوع أو من هذا الليبل وفريقنا أقدم مباراة قوية الأهلي كان بدأ مشواره في البطولة بالفوز على بطل سولفينيا 38-24 وبعد كده كسبنا بطل سيربيا 26-22 وآخر ماتش في دور المجموعات اكتسحنا بطل البوسنة بنتيجة 42-25 مباراة متدرجة المستوى أكيد فيها استفادة كبيرة جدا لدي الأهلي قابليهم كان في أسبانيا إذا لم ألترى حضراتكم ولعب مبارايتين مع عتلة كوبالد الوليد ويمكن لعب مباراة كمان مع أوديمار ليون كانوا مبارايتين قويتين في أسبانيا الحقيقة والفريق قد بشكل كويس الهدف من هذا المعسكر هو الاستعداد لسوبر المصر اللي هيكون في الفترة من 10-12 ديسمبر على ما أتذكر فيه الإمارات الحقيقة هنا في مصر هنأسف على أسبانيا الكرة اللي في الإمارات لا معلش طبعا يعني ما أقول لحضراتكم من نادي الأهلي يعني قلعة كبيرة في الرياضة فوضع طبيعي ان احنا نكون طبعا عندنا أخبار متشابهة كثيرة والسبورتينج هيكون مع سبورتينج والزمالك هيبقى بشكل دورة مجمعة هتلاقي من الفترة من 10-12 سبتمبر اللي احنا فيه إذن هذا المعسكر مهم جدا ليه أنت يمكن أول مرة تبتدي بالشكل ده أول مرة فريق كرة اليد يبتدي بمعسكر خارجي في أوروبا مع مدير فني أجنبي بأسباني بالأخص طبعا تعرفين المدرسة الأسبانية نجحت بشكل كبير مع منتخب مصر ومش بس في كرة اليد المدرسة الأسبانية نجحت حتى على مستوى كرة السلة فإذن ما زي ما تقول إن المدرسة الأسبانية كمية بتاعتها ماشية مع مصر وإحنا كلنا بلاد بحر قبل المتوسط فبتلاقي الدنيا قريبة من بعض المعسكر ده مهم جدا عشان هتخش على مطشات قوية فكما أنت محتاج 5-6 مباريات مش هتلاقيهم في مصر طبعا نادي أهلي بيوفر كل شيء للفريق وكل اللي طلب المدير الفني اتوفر له وتحقق له يبقى إن شاء الله التوفيق وبإذن الله كلنا ثقة إن هذا الموسم سيكون موسم ناجح لكرة اليد رجال بإذن الله